لكن أريد أن أعرف أو على الأقل نتحدث أكثر بشيء من التفصيل عن هذه التجربة التي خطوها في قطاع غزة وهذا العمل الإغاثي الذي قمت ما به دخلنا إلى غزة مع منظمة غير حكومية وعبر معبر رفاح وتمكننا من أن نعمل في مستشفى غزة الأوروبي لأسبوعين ونصف وفي أثناء ذلك الوقت لقد رأينا عددا من المدنيين المصابين بحروق وإصابات نتجة عن انفجارات وقد رأينا من وجهة نظر مدنية شعب يعاني رأينا أمورا تتعلق بتمزق بالأوعية الدموية وجروح تتأيضا رأينا بترا ورأينا إصابات تؤدي إلى شلل أو حتى تؤدي إلى الوفاة من واقع تجربتنا وقد عملنا في غمر الطوارئ ووحدة العناية الحديثة كانوا كلهم مدنيين الذين يستهدفون لم نواجه أي مسلحين أو مقاتلين كلهم الذين كانوا مدنيين يعانون من حروق وجراح من التفجيرات وقد جلبنا معنا مساعدات طبية ولكنها استنزفت خلال أسبوع ونصف بقينا أكثر من أسبوعين نعمل فقط في بعض الأحيان يبدون حتى لوازم طبية أريد أن نستمع لتجربتك أنت شخصيا دكتورة علي في سياق ما نتحدث فيه رأينا عائلات تأتي مقتولة بالكامل نجى منها فقط طفل واحد وهذا الطفل ربما تكون قد بترت يده أو رجله أو رجله أو يعاني من إصابات بالغة لقد رأينا إصابات الناتجة عن غنابل لم نراها في السابق اشتركوا في القناة